مرحبا كيف كنت اخباركم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير بعرف كتير غايبة عنكم صار لي فترة بس صراحة عم جرب حدر اشياء محتوى جديد يفيد العالم اكتر ما يكون تقحناك وشو عملت وشو سويت وكذا لا يكون افادة لكل العرب اللي عايشين بتركيا فكل سنة انا بحط اهداف شو بدي ساوي خلال هالسنة واخر السنة بشوف حالي انا شو عملت من هالاهداف بس هالسنة حاب بسجلون فيديو ويكون ارشيف اعرضوا على اليوتيوب بركي كمان انتو بتقدروا تساعدوني بهالاهداف اللي حاطتها براسة انو بدي حقيقة من هالاهداف اول شي هلأ عصفحتي على اليوتيوب في تقريبا 2600 بخلال سنتان ويكون كتير قليل هيدا العرب هلا انتو بنظري كتير كبر وكتير كتار وانا كتير مبسوطة فيكن بس انا لازم بسنتان كانت حقي وتابعين اكتر فلا هيك قررت اشتغل على المحتويتها اكتر عشان اقدر حقيق هول الفولورز اكتر متابعين لاله وهدفي خلال هاي السنة هو انا حطام حلل اكتر من خمسين الف بس هاردى بعشرة الاف انو لازم من هون لاخر السنة حقيق عشرة الاف متابع على صفحتي على اليوتيوب وتقريبا 50 الف فولور على صفحتي على تيك توك صفحتي على تيك توك هي رهاف شمشك اذا ما متابعيني على تيك توك تابعوني عم نزل شورتات شورتس مش شورتات عم نزل شورتس على التيك توك وكمان عم برجع نزلهم على اليوتيوب فشوفوا الشورتس عم بحط كلمات بتقدر تستعملوها عم بشتغل على مواضيع خفيفة بقدر انا اعلمكن اياها بطريقة كيف ما انا تعلمت حسب ما انا تعلمت يعني واقدر فيتكون تتعلموها بطريقة حلوة وسهلة فتابعوني اذا حابين تتعلموا اللغة التركية وكمان شو الاهدف تعولي الاهدف تعولي انو حابي كتير كتير اتعلم مصلحة مهنة مصلحة اي شي يجب لي مردود لانو متل ما بتعرفوا انو اليوتيوب هو مش شغل هو تسليه هو ممكن لبعدين ممكن يعملي بس بالوقت الحالة هو ابدا مفي مردود منو ابدا 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 يعني اذا بدي احكيكم بالمردود اللي عم يجين من اليوتيوب تتحكوا علي فكتير حابي اتعلم مهنة وبما انو هلا كتير درج اشياء تعولي تجميل تنظيف بشرة ميكياج هول القصص تعولي النسبين حتى فيه رجال كمان بيعملوا تنظيف بشرة بس انو انا حابة كتير اتعلم هيك شي مصلحة اقدر اشتغل فيها بسالون او اي شي جبلي مردود عشان ما بيعرف يعني تعرفوا اذا بنا نحكي عالوضع بالتركية الوضع بالتركية صاير كتير تعبان كتلش عم يغلى المعاشات قليلة بالنسبة للمصروف يعني المطخول بالنسبة للمصروف كتير اقل ما بعرف العالم كيف عايشه عن جد الله يهين العالم وخصوصه العرب حتى الاتراك يعني الاتراك اللي مش عنده بيت ملك كتير صعب انو عم يقدر يعيش بهال البلد فهاي هي اهدافة انو طور حالة بالتواصل الاجتماعي لا اقدر اوصل لمتابعين اكتر لا اقدر اوصلكن اكتر وكمان اقدر لاقي مهنة جبلة مدخول جيد اقدر عيش فيها حياة كريمة انا وعيلتي وهيك بس فبدي منكم تدعموني عاليوتيوب على الانستجرام على تيك توك انتو قادرين تدعموني تحطولي لايك تحطولي كومنت على الفيديوهات اللي عم نزلها لانه كل لايك كل كومنت انتو بتعملوا يعني اللايك شو بده ما حياخد من وقت كون شي الا اذا كتير يعني مطايقيني ومحبيتوني ابدا ما يضع شي بيرجعلكم بس اللايك ما بياخد منكم غير تكي بس بالنسبة ليوتيوب بصير بيرشح لي فيديوياتي بصير العالم تشوفني اكتر يعني بيكترح للعالم يعني بصير بيطلع بالمقترحات للعالم تشوفني اكتر فبيصير بيجيني متابعين اكتر ونفس الشي على تيك توك كمان اذا بتعملوا لايك او بتكتبوا لي كومنت كمان هيك حلوة او قلب او فيص عم يضحك او اي اشي فهون هيك بتكوني عم تدعموني وتساعدوني بتمنى لكون يوم سعيد وبقلكون جروشروز ما تنسوا تتابعوني تابعوني كمان على الانستغرام راهف ان تركيا عم نازل كتير اشياء كمان ممكن تفيدكون محلات ومطاعم و يعني بتعرفون مريحات عم نزل عشان العالم تستفيد بتمنى لكون يوم سعيد وبقلكون جروشروز الى اللقاء